هامنا يا رئيس الجمهورية تبون بس كل يوم شعب الجزاري جاء هامبلي تبون هو ودي جيب ساتي ثانيا ما تقدرش تكون وازير ورئيس الفاف وعضو في العكاف إذا تهدرلي إلا مملكة الزريبة تعلاق جاعتاجر مخالف هذكره هو وازير منتدب يا جماعة أنا عمري ما شوفت كده في حياتي صوفيا محلوبة صوفيا بطيخة صوفيا محلبة صوفيا الله أعلم المهم يعني صوفيا طلعة صحيبة مزرعة انتاج الحليب اللي هي بتخدم فيها وبتغرق الجزائر حليب ما شاء الله وجبن وفغماج وكل شغل عليه قوي وطلعة بتتكلم عن تعيين رئيس التعادل للكرة القدم الجزائري في وزارة ما في الجزائر أنا معرفش يعني اللي هو وليد صادي فطلعت لك انتوا عايزين تقلدوا المملكة المغربية ولكن طبعا ما قلتش المملكة المغربية لأن هي ما ينفعش تقول المملكة المغربية لأن اسم المملكة المغربية كبير عليها جدا اسم المملكة المغربية أرقى من ان هي تقول وصدقوني يا جماعة احنا كسبانين بأنها ما تقولش اسم المغرب يعني ولكن هي أخطأت في حق المملكة المغربية وقالت مملكة زي من تسمعته وبعدين قالت قوعد كونوا عايزين تقلدوا هنا في الجزائر في كوكب لالا عايزين تقلدوا فوز لقجع أو اللي بيعملوا أو بتعملوا الإدارة المغربية بأن بتعيين فوز لقجع كمنتدى لوزارة المالية أو شيء ما يعني هي مركزة في شؤون المغرب أو يعني المدام صوفيا بطيقة صوفيا المهم فهي قالت ده وراحت قايلة فوز لقجع تاجر قال انتو عارفين يعني أصداها كده طيب احنا طبعا ما بنردش على الكلام بالألفاز زي لكن هنرد بوصفة بسيط جدا احنا نشوف من اللي ناجح ومن اللي مش عارف ينجح من اللي بيبص في كتاب غيره ومن اللي ما بيبصش في كتاب غيره انت قاعدة انت وبلدك وكل الناس اللي عشغالين في بلدك بتبصوا على المغرب بيعمل ايه وتحاولوا تقللوا منه مش بتحاولوا تنجحوا زيه حتى لا ده انتو بتحاولوا تقللوا منه بس انا عايز اقول كلمتين المغرب كبير على اي حد يفكر انه يتكلم عليه بالشكل ده المملكة المغربية اسمها شرف ليكي وشرف البلادك المملكة المغربية سهمت في استقلال الجزائر المملكة المغربية كبيرة جدا عليكي وعلى اي حد يتكلم بهذا الشكل على المملكة المغربية اذا كنت مش عارفة تنطقي اسم المملكة المغربية فاحنا نخسلك فمك الاول بـ 17 معجون سنان وفنيك وأي حاجة أدي تقول أي حاجة يعني ليه علاقة بالتطهير للفم أو الإيدين حتى وبعدين تتكلمي وتقولي الإسم ده قبل ما تقولي إسم المملكة المغربية تخسلي فمك إسم المملكة المغربية كبير عليك أما السيد فوزي لقشع فله كل الاحترام والتقطير إنسان محترم شغال في إدارة نجحة اشتغل لإسم بلاده بيرفع إسم بلاده المغربة بيشتغلوا المغربة بيخدموا مش بيطلعوا إنت بتكلمي على بلادك بتكلمي على واحدة تعين في إدارة في بلادك ما للمغرب إيه علاقة المغرب ليه بتحطي إسم المغرب يالي بتطلع تقولي أنت بتطب الليل المغربة إيه اللي جاب سيرة المغرب هنا ولما بتجي تقول إسم المغرب بتقوله زي ما أنتو شفته بالشكل اللي أنتو شفته ده هل ده ينفع هل ده احترام المملكة المغربية تاريخ عظيم أكبر من تاريخ الجزائر وده ما يقللش من الجزائر ولكن المغرب تاريخه أكبر من تاريخ الجزائر بمئات السنوات إنت النهاردة أما تيجي حضرتك بتتكلمي على الإدارة عندك بتجيب ست المغرب ليه ولما تجيب ست المغرب حاولي تختادي بنجاح المغرب مثلا إنما لا بتجيب ست المغرب بهذا الشكل وبتقول كلام زي ده على فوز لقجة على إداري ناجح في المملكة المغربية فأقل رد هنقوله أنه كل واحد يا جماعة المشكلة أنه بقى كل واحد بيطلع يتكلم في الموبايل بيقدر يقول أي حاجة هو عايزها سواء هو متعلم أو فاهم أو لا سواء هو عرفه بيقول إيه أو مش عرفه بيقول إيه فمدام صوفيا محلوبة صوفيا محلبة طلعت ثابت يعني مزرعة إنتاج الجبن وإنتاج الحليب اللي هي شغلة فيها وبتغرق الشعب الجزائري كله بهذا الحليب وبعدين طلع بتتكلم على المملكة المغربية بهذا الشكل وعلى السيد فوز لقجة بهذا الشكل الكلام ده غير مقبول فوز لقجة إداري مغربي يحمل الراية المغربية له كل الاحترام والتقدير والمملكة المغربية لها كل الاحترام والتقدير واللي مش عاجبه الكلام ده هروأه كل يوم الصبح هاسع أفطر وقبل ما أفطر كمان هروأه الصبح لنا الله في كوكب لا الله الله يا مغربة مش كده يا جماعة طيب خمسة ليه طيب الله ستة في الأولمبيات وخمسة دلوقتي يعني مش لازم مش لازم تدوني خمسة أنا بقى هدخل أسجل الهدف الأول في المغرب وأتقدم وأكل الجوا بقى وہاعمل شغل على قوي أ Lego اتغلبه خمسة اتغلبه آآ ستة ده شغل بتاع مصريين أنا ماليش دعوة أنا لعب المغرب باجيب الجول الأول جبت الجول الأول المغرب جاب فيا جول المغرب جاب فيا الجول التالي المغرب جاب فيا الجول التالت المغرب جاب الرابع المغرب خلص بالخامس آآ شوف ربنا انت كنت تتريق علي من شوي اا ديك خطة خمسة زي أهو يا عم مخلاص ما فيش حد حسب من حد بقى خلص الكلام كله بتلاقوش. يا عم روح وقعدة. يا رب ما يكونش حد في يوم شايفني. لا لا احنا شايفينك اتغلبت كام? خمسة برضو ولا ايه? اه اه خمسة خمسة. خمسة بجد يا ادو اللي الماتش غالص كام كام. اه خمسة بس خمسة في الشوط الاول بس. خمسة في الشوط الاول للماتش غالص كام. خلص سبعة ساعتك. لازم تحرجونا يعني. اه يعني انت خدت سبعة طيب يا كل سنة وانت طيب روح بقى البيت احنا دلوقتي خمسة وسبعة. ومنتخب القولين بستة بكده سبعة وستين جول يا الله مش مهم مساكلة بكمسة وخمسة وخميسة وبسم الله بشاى الله وربنا ايكم اخواتي المغربة وربنا هوفقكم ربنا يعيد عنكم العين لان انا العين انا بصراحة انا جابتني ورا. هحكيلكو القصة بعدين. بس والله العين جابتني ورا فا ربنا يعيد عنكم العين يا رب. وبسم الله بشاة الله والله ايه ملاتقواص مرة علش معصب خويا صافي صافي خلاص اول ما نفسر القرآن جزائري صافي يا سيدي هنعدي هالك فضل يا فندم اول من صحق من شرحة صحيح البخاري يلجاهل جزائري طيب يا سيدي مش مشكل خلاص يا سيدي هنعدي هالك برضو اي حاجة تقولها يا سيدي معاك انت بس متعصبش علش معصب خويا علش معصب علش داير هكه علش طالعليك الدم احتى كالمه كالمه تلف راسك اول من كتبه في علم الكراءات الهوذة للبسكري جزائري ماشي يا مغربة انا هايجل شلر لباعي يا مغربة ماشي خلاص خلاص يا جماعة بقى سيبوه الراجل زعلانه متعصب وصحي من النوم يوقف الناس حواليه ويقول لهم اول ما نعمل كذا جزائري واول ما نعمل كذا جزائري خلاص يا سيدي جات على الثلاث حاجات دول يعني ماشي يا سيدي الثلاث حاجات دول اول ما نعملهم جزائري يالله يا سيدي ما تزعلش نفسه ماشي خلاص ماشي الصحابة موجودين في هذا في الجزائري خلاص ماشي انت ليه معصب نفسك بس انا هقولك على حاجة حلوة انت برضو فيديوهات قبل جدا قلتوا الاهرامات جزائرية وقلتوا القفطان جزائري وقلتوا الزليش جزائري وقلتوا ان بونات القاهرة جزائريين خلاص يا والبونات الازهر جزائريين خلاص يا جماعة احنا مش عايزين نزعل دلوقتي سانية واحدة انا هحللك المشكلة خالص انا هريحك انا عرفت تفكير جوكب لالا عمل ازاي سيبلي نفسك بقى وانا هروأ عليك اليونسكو بص يا بش بنات الاهرامات جزائريين وبنات ابو الهول جزائريين وبنات القاهرة جزائريين وبنات الازهر جزائريين وبنات اسكندرية جزائريين وبنات نوابع جزائريين والجلبية جزائرية والقفطان جزائري والبيجامة جزائرية وشعري جزائري ومنخيري جزائرية ماشي دقني جزائرية السلسلة دي جزائرية بس الخريطة دي مغربية عشان هما بيزعلوا هنا كوكب لار الحزازات دي جزائرية اي حاجة في البيت اللي نقعد فينا مبنى من الجزائر اي حاجة باشة في العالم ده جزائرية ريح دماغك و رايحني يونسكو احنا عايزين نشوف حالة للقصة دي واحنا تعبنا وانتو تعبته حضرك في اليونسكو صح طيب مش كل يوم يدخلك واحد من كوكب لا لا يقول لك الحاجات دي بتاعتي خلاص يا عم ريح دماغك قوله بتاعتك هو هيسكت اه بالزبط كده اه هم اصلا اتصلوا بيك وقالوا لكم ان اليونسكو جزائري لا دي قصة انا مش قدر احلها بقى خلاص لا ما لفيش نفيش حال اللي اللي حضرك بتقوله ده اه قال لك اليونسكو جزائري خلاص هقول لك ايه طيب وانت قلت له ايه قلت له كوكب لالا يلا مش مشكلة هو فعلا كوكب لالا احنا لنا نطلب كوكب لالا طب استأذنك انا بقى حتى نشوف حالة معاهم لانا انا كنت فاكرك هتحللي المشكلة طيب انت انت كمان بتعاني يا عين ربنا كنت فعونك اه اليونسكو جزائري